المورد السادس ابن الأثير الكامل جزء تاسع ثم دخلت سنة تسعة وستين وخمسمائة أي في السنة اللاحقة سنة خمسمائة وفي سنة خمسمائة وتسعة وستين ثم دخلت سنة خمسمائة وتسعة وستين أيضا هنا مقاطع قال ابن الأثير أليف قال ابن الأثير ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله في هذه السنة توفي نور الدين محمود بن زنكي بن أقصنقر بن أقصنقر كما قلنا سابقا أو أشرنا لا أذكر بالضبط فهو من الترك أقصنقر صاحب الشام وديار الجزيرة ومصر كان قد اتسع ملكه جدا والكلام لابن الأثير وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن وطبق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل التفت جيدا هذا الكلام كيف يوافق عليه التيمية هل يوافق ابن تيمية على هذا إذن أين أمت ابن تيمية يا ابن الأثير أين الاثنى عشر بعد إخراج الخلفاء الراشدين منها بقية ثمانية وكانوا يعدون أكثر من اثنى عشر فأين الآخرون إذن هذا ليس من النهج التيمي إذن ابن الأثير ليس على النهج التيمي إذن قال الخلفاء الراشدين ذكر الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم يقول وطبق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولتهم يقول يقول وَلِنَذْكُرْهَا هُنَا نُبْذَةً مُخْتَصَرَةً نُبْذَةً مُخْتَصَرَةً لَعَلَّ يَقِفْ عَلَيْهَا مَنْ لَهُ حُكْمٌ فَيَقْتَلِي بِهِ وَمِنْ أَمْوَالِ الْمُرْصَدَةِ قالت هذه قليلة فلما استقلتها قال ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين لا أخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لأجركي وكان يصلي كثيرا بالليل وله فيه أوراد حسنة وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنده فيه تعصب وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر وأما عدله فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مسكن أي ضريبة أو جباية لم يترك في بلاده على سعتها مكسن أي ما يكسبه من الضرائب والجباية ولا عشرا هذا أيضا ما يكسبه من زكاة الأرض فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مكسن ولا عشرا بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها وأحضره إنسان لاحظ إنسان ناقشه حاججه على شيء طلب منه شيئا اتهمه بشيء فمضى معه وسار معه إلى القاضي وأحضره إنسان إلى مجلس الحكم فمضى معه إليه وبنى دار العدل وبنى دار العدل في بلاده وكان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم ولو أنه يهودي من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده وأما ما فعله من المصالح فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها فمنها دمشق وحمص وحماء وحلب وشيزر وبعلبك وغيرها وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية وبنى الجامع النوري بالموصل وبنى البمارستانات البمارستانات هذه من المصطلحات التي أتت مع أولياء أمور الصلاطين الخلفاء الملوك الأعاجم من الكلمات الأعجمية الفارسية والتركية أي المستشفيات وبنى البمارستانات أي المستشفيات والخانات في الطرق وبنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة إذن بنى المدارس الحنفية والشافعية وأيضا التكيات للصوفية والخانات للصوفية والخانكاهات للصوفية وجعل لها الوقوف الكثيرة وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويعطيهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه وينبسط معهم ولا يرد لهم قولا ويكاتبهم بخط يده وكان وقورا مهيبا مع تواضعه وبالجملة فحسناته كثيرة ومناقبه غزيرة لا يعتملها هذا الكتاب